كد بالك إنه بعد الماضي المريخ كان في حال التهفز والناس دي عرفت إنه المباراة تحصيل حاصل صحيح بس الناس مستناهي مش مهم يعني مش مهم المصلحة العامة بتاعوان أنا أتكلم عنه وده اللي أنا بقولك عليه إنه المصلحة العامة أنا ببص قدامي الخطوة اللي جاه أحنا دائما في النهار تفكيرك عملي قوي كابتن عشرف تفكيرك عملي قوي كابتن عشرف عملي جدا أقول لك أقول لك لي أقول لك لي لأنه لما تقدي سيء بس بتحقق النتائج الدنيا بتمشي كويس يعني ممكن يبقى فيش وقت انتقادات على الأداء ولكن لما النتائج بتسوق الدنيا كلها بتتلعبط انت بتضطر تماشي جهاز فني جديد بيجي تماشي لعبين يعني كل السياسة العامة اللي كنت تماشي عليها بتتغير ولكن لما بتحقق النتائج وتقدي بشكل يعني غير مرضي دلوقتي بس ممكن مع الوقت يجي الدنيا بتمشي أو المركب بتمشي بشكل جاي عشان كده بقولك انه المرحلة جاية احنا لسه بنتكلم من سبع مباريات في أقل من شهر مظبوط 20 يوم بالضبط احنا بنتكلم من هنا لـ 30 من هنا لـ 30 أبريل بتهتلعب 14 النصر زمالك من 14 لـ 30 سبع 6 مطشاط نصر من 14 لـ 30 بالضبط نصر زمالك مصري امبي سموحة جونة غزل المحلة مظبوط وكلها فرق قوية المفترض انك بتجي قدام الاهلي انت فاهم القصة والمفترض احنا بنتكلم دلوقتي اننا وصلنا كمان لمرحلة ارهق شديدة جدا للعبين احنا بنتكلم في هذه المرحلة ان العيب النادي الاهلي مرهقين في مجموعة كبيرة جدا منهم مرهقين وده اللي انا بقولك علي المفترض النادي الاهلي عن 30 لعب او 3 ا4 لعبين كمان من الناشئين يكون عندي على الاقل قوام يقدر يشارك في اي مباراة باختياراتي لو انا حتى مش مضطر ان ابدل 18-19 لعب او 20 لعب ده النادي الاهلي ليه؟ لانه انا بشارك في 4-5 بطولات خلال الموسم لابد ان يكون عندي على الاقل 20 لعب جاهز لو انا النهاردة بشارك بس 11 لعب و 2-3 تغيير تغييرين 3 انا عندي مشكلة كبيرة جدا خلال الموسم انا عندي مشكلة كبيرة جدا هتواجهني خلال المباراة اللي جاية انا بلعف في اكبر بطولات موجودة يعني بشارك في كاس عالم اندية بشارك في بطولة افريقيا بشارك في السوبر بشارك في الكاس مصر بشارك في الدوري المصري وبالتالي 5 بطولات من اخوى البطولات الموجودين في القراء عايز اقولك انه هو ده الضغط اللي موجود على الجهاز الفني انت شايف انه يعني اللي فهمتوا من كلامك ان انت شايف انه السبب برقم واحد في المستوى او الاداء اللي مش راضي عنه هو الارهاق هو ارهاق اللعيبة وانه الدايرة اللي بيدور فيها موسيماني مش واسعة ده القماشة اللي بيختار منها موسيماني مش القماشة المفترض يكون انت تكلمت في سببين وسببين مهمين جدا ارهاقوا ان القماشة مش كبيرة تخلي او تسمح لي اني اقدر اعمل الريتيشن في اي مباراة ما بقاش متخوف يعني سنبا مباراة عادية مفيش عندنا احمد احنا دايما بننكلف في ندلالي مفيش فكرة الطار او السقر اللي احنا بننكلم عنه ده احنا بناخد كل مباراة يعني الوحدة او على حدة ما بنفكرش في المرحلة اللي بعدها هنفكر بس في المباراة اللي جاي